والله ليل ونهار نفكر معي ومن هنا إلى مدى الحية كان القرار قاسيا وبدى واضحا على محية الحاجة رياض والدة الشهيد المحتجز ياسر شويكي من الخليل جاء قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بالسماح لقائد الاحتلال العسكري بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لدفنهم في مقابر الارقام المغلقة والمجهولة لفرض مزيدا من العقوبات على ذوي الشهداء أين مكان؟ حطيت رأسك عم خد بالدمع انجوحتي مهشور بالدمع انقعدت بالدمع مستحيل انه يطلع من فكرك يا الام من مرة مستحيل انه يطلع من القلب بدحك الوجه بس هيك بدحك السين يعني بس القلب مجروح القلب ابني له ستة شهر محجوز إذا القرار بده يرجع للحاكم العسكري القائد العسكري أو الحاكم العسكري الموجود بقول إنه هذا القرار هو قرار سياسي وليس قرار حاكم عسكري فجاء بعد ستة شهر يقول إنه موجود إنه هذا جاء يعطوا الصلاحية للحاكم إلى القائد العسكري بإذا يعطوا القائد العسكري إنه يتصرف كما يشاء يتفضل يسلمنا الجثة ابننا من الصباح اللعب على وتر دفن جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام يأتي في إطار مبادلتهم بجنود إسرائيليين في قطاع غزة ضمن أي صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية مستقبلا باستمرار الولاد متطلعين على الأحداث اللي بتصير في قضية أبوهم خصوصا إنه محتجز إنه بابا له هلأ ليش ما أجا وين بابا يعني بكون حكيت لهم كل شي متطلعين على الموضوع إنه محتجز عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بغير وجه حاق أتلوه كمان بغير وجه حاق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين طالبت المجتمع الدولي بمحاسبة قادة الاحتلال ومحاكمهم على مجمل الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين نعتبر القرار شرعنة عصابة إسرائيل شرعنة المجتمع المدني في إسرائيل هذه جريمة بنظرنا بنقول جريمة يحسب عليها القانون 51 شهيدا تحتجزهم سلطات الاحتلال في الثلاجات منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بدعوى تنفيذهم عمليات طعن ودهس وإطلاق نار تواصل حكومة الاحتلال فرض سلسلة من العقوبات على ذوي الشهداء والأسرة في خطوة لتعزيز سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين بشكل عام رائد الشريف الغاد الخليل